ماذا تعرف عن منسق مصالح القوات المسلحة الملكية والذي يلتحق بالقيادة العامة للجيش المغربي قبل بضع سنوات وهذا المنصب الذي شغله الملك محمد السادس لسنوات حينما كان وليا للعهد وأنا أتكلم عن أصغر وأغنى ولي عهد بالعالم إنه مولاي الحسن ابن محمد السادس ملك المغرب المستقبلي الذي تربى وترعرع داخل جدران البلاط العنوي مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو ملامح الهدوء لا تخطئها عين حينما تشاهد أي مقطع فيديو لولي أن عهد الأمير مولاي الحسن فهو صاحب شخصية قوية صارمة وحينما تتمعن في خطواته تجدها خطوات ثابتة ولا يبدو أنه يتساهل أبدا مع من يخرق البروتوكولات الملكية رغم أنه أصغر وأغنى ولي عهد بالعالم له أسطول ليستهان به من مئات السيارات الفارهة وله طائرة خاصة صممها بنفسه وطبع اسمه عليها ويرافقه أنخدم وانحشد أينما حن وارتحن كيف ناوه هو ابن المخزن الذي تضرع منذ ولادته لتولي أمور البلاد فما هي التفاصيل السرية من حياة الأمير المغربي والبروتوكولات التي يتدرب عليها وما سر شخصيته القوية والتمكنه من فرض النظام داخل المؤسسات الصلبة في المملكة المغربية ومن أين يحصل هذا الأمير عن كل هذا المال والصراء وما هي آخر المستجدات للحياة العاطفية لولي العهد المغرب كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الأينترو أنا حمد القروي برنامجكم عرب شو أود أن نلفت انتباعكم عزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد أعرف أن هذه حركة بسيطة ولا تكلفكم أي شيء ولكنها تعني الكثير لفريق عرب شو ونعود لموضوع حلقتنا حيث تبدو حياة الأمراء سهلة وفارهة فهم يطلبون ما يتمنونه ثم يتحققوا لهم ذلك في الحين لكن الحقيقة مختلفة تماما فكونك أمير يعني التقييد بمهام وبروتوكولات عدة وصارمة منذ اليوم الأول لولادتك وحتى آخر أيام حياتك وكذلك أول حال بالنسبة للأمير مولايا الحسن الأبن البكر للملك المغربي محمد السادس والوريث الواضح لعرش المملكة المغربية بعد عمر طويل إن شاء الله فالشعب المغربي لم ينسى يوم ولادة هذا الأمير الذي كان مثل الحدث الوطني حيث وقف الشعب أمام قصر دار السلام واحتفل به المغاربة دون استثلاء فولادته تعني بشكل مباشر استمرار نظام الحكم الملكي ومن حينها وهو محطة أنظار من العالم والمغاربة لتبدأ بذلك رحلة تهيئة الأمير ليصبح ملكا مستقبلا منذ طفولته فله العشرات من المربية المدربات بشكل دقيق على التعامل مع الأمير وتخضع والدته الأمير للسلمة لتدريبات وإرشادات تخص كل فترة محددة من طفولته حيث يتم تدريب هذا الأمير ليكون استثنائيا في يقظته ونومه وحزنه وفرحه وصمته وكلامه فلا مجال للضعف في حياة الأمير المرشح لحكم البلاد وبعد كل هذا تم تكوين الأمير بالمدرسة المولاوية وهي المدرسة المتحصصة في تعليمه اللغات والدين والسياسة وغيرها من علوم الرياضيات والاقتصاد ولا يكون الأمير وحيدا بيئة المدرسة إنما محاط بنخبة من التلاميذ الأذكية بالبلاد الذين يتم اختيارهم بعناية فائقة ويتم تدريبهم على تولي المناصب الرفيعة بعد أن يصبح الأمير ملكا كمستشريه وأقرب المقربين منه تماما كوالده محمد السلسل الذي كلف العديد ممن درسوا معه بمناصب استشارية له ومن الضروري أن يتعلم الأمير مع دراسته الفروسية والسباحة وكل فنون الرماية وقد يبدو الأمر غريبا لكن الأمير يتعلم كيفية الجلوس وكيف يمشي دون أن يتعثر بقدمه كما يتعلم الضحك بمقدار ليذهب وهيبته وكيف يفكر مرتين وثلاثة قبل أن ينطق بأي كلمة وعند بلوغ الأمير سن الثلاث عشر فهو ينفرد بجناح خاص به بعيدا عن أسرته الصغيرة لتعليمه القيادة والاعتماد على نفسه فسن الرشد غير محدد بالنسبة للأمير الذي قد يضطر في أي وقت لتوني حكم البلاد دون سابق انظار كلها تدريبات وبروتوكولات يعيش الأمير تفاصيلها كل يوم وكان لها الفضل الأكبر في بناء شخصيته القوية والصالمة إضافة لجيناته فكما يقال أنه تبقى أصل من تصرفات جدي الملك الراحل الحسن الثاني الذي تميز بهيبته وذكائه الفائض وللثبات الذي تميز به الأمير فلقد سمح له والده بمرافقته في الجوالات الملكية وهو لم يتجاوز من الرابعة عشر بل وبدأ ينوب والده في الأحداث العالمية المهمة كحضور جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك التي أشعلت خلالها صور مواقع التواصل الاجتماعي والصحفة العالمية ولمن يتساءل عن أهمية البروتوكولات كنت قد خصصت حلقة شرحت فيها أهمية هذا الموضوع وكيف أن التكوين القبلي للأمراء يجعلهم ليرتكبون أخطاء فادحة مثل الرؤساء في الأنظمة الجمهورية وقدمت مثال عن الرئيس الفرنسي السابق فرنسو أولاند وكيف جعل فرنسا محطة صخرية في عدة وسائل إعلام العالمية بعد عدم معرفته بالبروتوكولات وهذا يؤثر في سمعة الدول على الساحة الدولية ومن المهم أن نثمن قاعدة كونك أمير لا يعني أن تختار كل ما ترغب فيه فمولاي الحسن على سبيل المثال كان يعشق مجال الطيران لكن القواعد الملكية أجبرته على دراسة القانون كوالده وجدي لكن خلال العطل وفترات الراحة بعد انتهاء مهامه الملكية فمن المعروف أن الأمير يعشق ركوب الأمواج وممارسة الفلوسية وعند بلوغه سن الثمانية عشر فقد أظهر ولعه بالسيارات الفارهة التي تصمى مخصصا لأجله فسيارة الأمير تكون مجهزة بعدة خصائص مثل تحديد السلامة في الطريق وخلوها من جميع أنواع المفرقعات أو القنابل ولابد أن تكون مضادة للرصاص ورغم انتشار العديد من الصور التي يرجح أنها تعود الأمير المغربي فهو لا يسمح له بالخيوج لوحده إلا بوجود من يقل عن عشر من رجال الحراس المدربين على حمايته والتدخل السريع عند أقل تحرك أو خطر وأغلب عطل الأمير يقضيها سواء بفرنسا أو إسبانيا وكانت الصحف العالمية التقتت له صورا رفقة والدته بأحدى الجزر اليونانية فهو يعشق السفر ويمتلك طائرة خاصة اختار بنفسه تصميمها الخارجي والداخلي وتضع اسمه بالخط العريض عليها وقد يتساءل البعض عن أسرار قوته فحسب مجالة فوكس فأن مولاي الحسن أغنى أمير بالعال بما يقدر بصاف ثروة تتجاوز المليار دولار أمريكي وهذا بالنسبة للأمراء الذين في سنه وتعود هذه الثروة إلى الشركات المملوكة من العائلة العلوية المتخصصة في مجال التجارة والفلاحة وغيرها والتي أصبح الأمير الشاب يمتلك حصصا مهمة بها منذ بلوغه الثامنة عشر من عمره وبفضل هذه الثروة يمتلك الأمير أسطولا من السيارات الفارعة والمجوهرة الثامنة وتسمح له بالاستمتاع بعطلة والاستجمام بالجزر وأفضل المدن السياحية وكانت زيارته المتعددة لمدريد واحدة من الأسباب التي جعلت اسمه يرتبط بأميرة إسبانية التي قيل أنه أهدها عقدا ذهبيا مطبوعا عليه كريمة حب وفي آخر مستجدات والتسريبات من القصر الإسباني فقد قيل أن الأميرة تتبادل الرسائل مع شخص لم يتم تحديده بعد وليس بعيدا أن يكون الأمير المغربي الذي يتحدث اللغة الإسبانية بطلاق وتعتبر حياته الشخصية والعاطفية محتى اهتمام من المغاربة والعالم بأسره ولكن تبين بعد كل هذه الأخبار أن الأمير المغربي لا ينوي إقامة أي علاقة مع الأميرة الإسبانية وأن كل ما تم الترويج له كان مجرد إشعاعات ومن المعلوم أن الأسرة العلوية الشريفة أغلب زيجتها كانت مع بنات مغربيات أو مسلمات بدرجة أخرى وما يزيد من تأكيد الإشعاعات حول هذه العلاقة أن الأميرة الإسبانية الآن محتى أنظار الصحافة العالمية خاصة بعد الترويج عن علاقة بينها وبين لاعب نادي برشلون الإسباني جافي خلالها به الفترة وانتشرت صور الأميرة في آخر ظهور له كالنار في الهاشيب عند تأديته صلاة الترويح رفقة والده بمسجد الحسن الثاني فظهوره بالسيارة رفقة شقيقته وتذكيره لوزير الأوقاف بالبروتوكول الملكي أصبح حديث المغاربة من اهتمامهم بأقل تفاصيل حياة الأمير ومن شدة حبهم واحترامهم لملكهم المستقبل الذي يفتخرون به ويكونون له كل الاحترام والتقدير ويثقون بتربيته وأصوله خاصة عندما تبرز شخصيته القوية التي تؤكد لهم أنه على قدر المسؤولية وما فجأني حقيقة حول الحلقة التي أعددتها منذ نصف عام تقريبا عن الأمير مولاي الحسن كمية التعليقات المحبة لهذا الأمير صحيح أنني كنت أعلم بحب الشعب المغربي لأميرهم الشاب ولكن ليس بهذا الحجم ويبدو أن الأمير المغربي الشاب أصبح اليوم من بين القادة العالمية الشباب النادرين الذين يمكنهم تحمل أعتأ المسؤوليات حيث بدأنا نرى الأمير يستقبل وفود الدول الأجنبية سواء الخليجية أو حتى أوروبية وأفريقية ويحسن التعامل معهم وفي بعض الأحيان يحسن العديد من المسائل الخلافية بين المغرب وتلك الدول بفطنته وذكاه وطارة أخرى نجده يتدقل بين أغلب المؤسسات الصلبة للدولة المغربية مثل الكليات العسكرية وأجهزة الأمن والثكانات من أجل مراقبة سير الأوضاع وفرض وجوده بالشكل اللائق لتاريخ الأسرة العنوية الشريفة في المغرب كما ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن العديد من الاجتماعات مع رئيس الحكومة ووزارة مغاربة في عدة مجانات كما بدأنا في تنخيل الأوين الأخيرة تزعم ولي العهد الأمير مولاي الحسن العديد من النشاطات الرسمية الكبرى آخرها افتتاح أشغال أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالقارة الأفريقية لفائدة مدينة الدار البيضاء وهذا النشاط جاء بعد أيام على ترأس ولي العهد حفلة تخرج الفوج الرابع والعشرين للسلك العالي للدفاع والفوج الثامن والخمسين للسلك الأركان وحضوري قبل ذلك في حفل اختتام منافسات جائزة الحسن الثاني للفروسية التقليدية وفي أواخر أبريل الماضي ترأس الأمير مولاي الحسن حفلة الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز عن الحواجز بعد أن ترأس افتتاح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس بالتالي الجاهزية والمسؤولية تطبعان تزعم ولي العهد للعديد من النشاطات الرسمية الكبرى خاصة في الشق العسكري وبالتالي العهد المغربي محمد السادس حريص منذ زمن طويل على جعل ولي العهد جاهزا ومنخرطا في مسؤوليات كبرى تعرفها المملكة المغربية ولتحقيق ذلك أصبح ولي العهد يترأس ملتقيات ومشاريع كبرى على غرار تخرج أفواج من القوات المسلحة الملكية ومؤخرا تدشين أكبر محتة لتحلية مياه البحر بالقارة الأفريقية مثل ما سبق وذكرنا وهذا التدشين للمحطة أظهر للعالم أن هذا الأمير له أولويات لبلاده وهي المياه والتي تحقق السيادة المغربية المستقبلية وهذا الرهان هو مستقبل كل المغاربة وأمير المغاربة اليوم يبلغ سنه 21 سنة ما يعني أن الملك المستقبل للمغرب يعتبر راشدا لأن الفصل 44 من الدستور المغربية نص أنه يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية سن الثامنة عشر من عمره وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تماما سن العشرين من عمره والأمير مولاي الحسن أتم سن العشرين منذ يوم الاثنين ثمانية مايي الفين وثلاثة وعشرين ويرأس مجلس الوصاية سابق الذكر رئيس المحكمة الدستورية ويتركب بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزراء مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للصلاة القضائية والأمين العام لمجلس العلم الأعلى وعشرات الشخصيات التي يعينهم الملك بمحد اختياره بالتالي يبدو أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن الثاني يسير بخطة ثابتة نحو مجابهة التحديات المنوطة بالمملكة المغربية لذلك القانون المغربي فرض على كل من يكون ملكا في المغرب تكوين قبل لضمان أن يكون من يعتلي هذا العرش ذو خبرة وقادر على إدارة البلاد بالشكل المطلوب أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة إذا أعجبتكم هذه الحلقة فلتبخنوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة الخامسة بعد الزوان بتوقيت الرباط كان معكم حمدي القروي برنامجكم عرب شو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر